الفعل الإسرائيلية وما كتبته القناة الثانية عشر الإسرائيلية في قراءة تحليلية لآخر المعطيات حول العمليات في الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى آخر استطلاعات الرأي في الكيان أوزان الأحزاب الإسرائيلية الرضا عن أداء الحكومة الإسرائيلية بالإضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بالواقع الفلسطيني نبدأ متابعين الكرام بما جرى في مدينة طول كريم يدعوة أحرانوت بالإضافة إلى القناة السابعة العبرية عدا عن قناة ثلاثة عشر بالإضافة إلى القناة الثانية عشر تناولت كلها الأحداث التي جرت في الساعة المتأخرة من ليلة الأمس في مدينة طول كريم حيث قالت صحيفة يدعوة أحرانوت بأن شابا فلسطينيا يبلغ من العمر ما بين خمسة عشر عاما إلى ستة عشر عاما من مدينة نابلس أخذ سيارة والده كما تقول القناة الثلاثة عشر توجه إلى حاجز إجبارة هناك اتجه مصرعا بسرعة تسعين كيلومتر في الساعة ثم ارتطم بأحد أعمدة الحراسة مما أدى إلى إصابة أحد المجندين هناك بجروح متوسطة على إثر الحادث متابعين الكرام كما تقول القناة الثالثة عشر بالإضافة إلى يدعوة أحرانوت قرر وزير حرب الاحتلال نتحدث عن بني جانتس بأخذ قرار فوري لرفع ما يعرف بالجاهزية الأمنية في منطقة المعابر المؤدية إلى الأراضي المحتلة عام 48 وأشارت القناة بأن هذه الأحداث تأتي في سياقات تصعيد العمليات هنا في الضفة الغربية يدعوة أحرانوت بالإضافة إلى القناة الثانية عشر تفرد قراءة مطولة حول الأحداث الأخيرة في الضفة الغربية القناة الثانية عشر أشارت إلى أن عملية التصعيد في الضفة الغربية تأتي في الشهرين الآخرين حيث أضافت بعض المعطيات المهمة تقول القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن سبع عمليات أو محاولة لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية تمت خلال الشهرين الماضيين أبرز هذه العمليات كانت في مدينة القدس على يد الشهيد فادي أبو شخيدم الذي قالت القناة بأنه هو الوحيد الذي ينتمي إلى أحد الفصائل الفلسطينية في الإشارة إلى حركة حماس وعتبرت أن المحاولات الست الأخيرة أو العمليات التي نفذت كانت بطابع الفردي بمعنى أن العمليات التي جرت في الأراضي الفلسطينية كانت بالطابع الفردي لم تكن موجهة لم تكن تنظيمية سوى العملية التي نفذت على يد الشهيد فادي أبو شخيدم كما تقول القناة الثانية عشر الإسرائيلية القناة في تحليلها وهنا برزت الأصابع الأمنية التي أدارت حول هذه القضية قالت بأن العمليات سبب ذلك يقعود لعنصرين العنصر الأول هو ما عرف أو أطلق عليه بالهستاء بمعنى التحريض على المواقع المختلفة في الإشارة إلى مواقع التواصل الاجتماعي والتي أشارت بأن عديد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل الجمهور الفلسطيني على شبكات التواصل الاجتماعي كان هو الدافع وراء تنفيذ هذه العمليات أضافت بأن العمليات ارتكازيا كم تنفيذها من خلال عمليات الطعن والدهس بالإضافة إلى عملية إطلاق النار هناك أيضا في هذه الأثناء وكما يرد على وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أشارت بأن هناك بحثا ودراسة لمنع العملية القادمة واعتبرت هذه من الموجات المتصاعدة في الشهرين الآخرين الصحف الإسرائيلية هي بذاتها رصدت مناطق تنفيذ العمليات قالت بأن المناطق الأكثر كانت مدينة الكدس ثم حدود مدينة الخليل بالإضافة إلى ما جرى في طول كرم للطفل الفلسطيني الذي نفذ العملية على حاجز إجبارة والتي وصفت هذه العملية بأنها تأتي في سياق تحولات وأعادت إلى الذهن ما جرى في أحداث ما يعرف بهبة القدس والتي شهدت العمصر من الفتية الذين ننفذوا عديد العمليات هناك تخوفات إسرائيلية كما أشرنا في تحليل المسبب لعمليات الخروج لتنفيذ هذه الأحداث في الأراضي الفلسطينية القناة الثانية عشر بالإضافة إلى القناة الثلاثاش قالت بأن الأحداث التي تجري سواء في مدينة القدس بعد الصور المتناقلة بمعنى أن القدس عادت إلى زاوية التأثير في المزاج العام الفلسطيني وأثرت بشكل معطى تحريضي على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل ذلك قام الاحتلال كما تقول بعملية مكافحة ما جرى أولا بعملية اعتقال مركزة لبعض النشطاء والمحرضين بالإضافة إلى إغلاق بعض مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تلك التي تقوم برصد الأحداث في مدينة القدس وفعلا فلسطينيا رصدنا بأن هناك الوكلات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل ميدان والقسطل وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي التي قام الاحتلال بإغلاق صفحاتها عبر التنسيق مع فيسبوك بالإضافة إلى بعض المواقع الشخصية لبعض الشخصيات البارزة الأكثر نشرا في مواضيع مختلفة في القضايا الفلسطينية متابعين الكرام هذا الموضوع يأتي أيضا في ضر ردود الأفعال الإسرائيلية على ما جرى من عملية قتل للشاب الفلسطيني من شمال الضفة الغربية والذي قام بتنفيذ عملية طعن في مدينة القدس قبل يومين من الآن وأشارت وسائل نتحدث عن الشاب من مدينة سلفيت الذي قام بعملية طعن واستجواب الجنود الذين ظهروا في ما يعرف التسجيل تسجيل الفيديو الذي ظهر في مجندة ومجند يقومون الإطلاق النار على شاب تمت إصابته وكان بالإمكان السيطرة عليه مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية ونبدأ بأحد الصفحات في التعليق على الخبر أحدهم عمري يقول بأن هكذا تدفعون الجنود للتردد في إطلاق النار عندما يتم التحقيق مع جنود أطلقوا النار على شاب فلسطيني أيضا هناك إبراهام يكتب بأن هذه حكومة بنت لبيد وراعم في الإشارة إلى عباس منصور تخضع الجنود الذين يدافعون عن المواطن الإسرائيلي من خلال عملية التحقيق هناك أيضا إسرائيلية باسم نوعا تقول بأنها تجد بأن هذه الحكومة بدل ما تكون بتكريم جنودها الذين أطلقوا النار هي الآن تأخذهم إلى عملية التحقيق بوصفه أحد قيادات الجيش والشرطة الإسرائيلية قاموا بالاتصال على العائلات الجنود وباركوا عملهم واعتبروا بأن عملهم بطولي يوصفون بأنهم على الأقل من قاموا بقتل الفلسطيني في مدينة القدس قبل يومين منفذ عملية الطعن قالوا بأنهم من أبطال العيد بمعنى في الإشارة إلى تقديسهم واعتبارهم من الأبطال كما أطلقت الصحافة الإسرائيلية نذهب متابعين الكرام لموضوع آخر في ذات السياق حول الرضا من الحكومة الإسرائيلية الجديدة أو الحكومة الإسرائيلية وهذا الاستطلاع يأتي بعد ستة أشهر من حكومة نفتالي بنت لبيد ونعطي مؤشرات على أوزان الأحزاب الإسرائيلية والرضا من الحكومة الحالية نبدأ متابعين الكرام بالأكبر من بين الأحزاب الذين يأخذون استطلاعا في الرأي نبدأ بحزب الليكود الذي يقوده بن يمين نتنياه هناك محاولات كما تعلمون في حزب الليكود لاستبداله أو محاولة ذلك لكن كل المعطيات نشير بأن نتنياه ما زال يحلق في فضاء السيطرة على حزب الليكود يحظى بأربعة وثلاثين مقعدا ياش عتيد نتحدث عن يوجد مستقبل بقيادة لبيد لبيد يحظى بتسعة عشر مقعدا شاس وهو حزب ديني تسعة مقاعد كحول لفان أزرق أبيض يحظى بتسعة مقاعد الحزب العمل سبعة مقاعد تذكرون بأن حزب العمل يتذبذب في الأونة الأخيرة لكن يستقر ما بعد الانتخابات على حاجز السبعة مقاعد يهوداتها تراوى واحد الأحزاب الدينية سبعة مقاعد هاتسيونيت هاداتيت وهي الصهيونية الدينية سبعة مقاعد يمينة ستة مقاعد والقائمة المشتركة العرب ستة مقاعد بقيادة الطيبي إسرائيل بتون بقيادة ليبرمن ستة مقاعد ميرتس خمسة مقاعد وأيضا منصور عباس ما زال يحظى بخمسة مقاعد عند الحديث عن التكوينات داخل الأحزاب الإسرائيلية نحن هنا أمام تساوف المعسكرات هناك تساوف المعسكرات لكن هناك تراجع في المعسكر الحاكم بعض الشيء نحن نتحدث عن سبعة وخمسين مقاعد من تحالف نتنياهو وسبعة وخمسين مقاعد من تحالف نفتالي بن راعم بالإضافة إلى المكونات المولاء الحاكمة في الكيان عن الرضا الإسرائيلي حول أداء الحكومة الإسرائيلية هناك تباين في الحكم على الوزراء أكثر الوزراء رضا هو بن جانتس وزير حرب الاحتلال الذي حضي بتأييد خمسة وخمسين في المائة من المراقبين لأدائه في الحديث عن أيضا مسألة مهمة وهي تطبيق اتفاقية التعاقب في حكم الحكومة الإسرائيلية بعد بنت وفي الإشارة إلى لبيد هناك 43% لا يودون استمرار التحالف أو عدم الرضا عن التولية في مسألة الأفضلية في حكم الكيان ما زال نتنياهو يحلق بنسبة تزيد عن 45% لحكم الكيان وتراجع من خلفه إلى الثلاثينيات هذا يعني أن نتنياهو ما زال في الكينونة أو سيرورة التأييد الشعبي لحكم الكيان ما زال نتنياهو هو الذي يحظى بعدد أكبر من المقاعد في القضايا المقلقة وتوجهات الجمهور الإسرائيلي حول أي القضايا الأكثر عدم رضا في أدائها برز متغير النووي الإيراني وهناك حديث مطول الآن في الساحة الإسرائيلية حول نجاح الحكومة الحالية في وضح كوابح لوصول إيران للكنبلة النووية وهذا أيضا يتطلب من خلال التعليقات على الأخبار الواردة يطالبون أن يكون هناك تحركنا للولايات المتحدة لأخذ خطوات تتعدى مسألة العقوبات وإلى إجراء فعلي لمنع إيران الوصول إلى القنبلة النووية في الصعيد الفلسطيني ما زالت الأحداث على الأرض ساخنة فيما تعلق بالأوضاع الاجتماعية اليوم ستشهد بلدة جبع حزنا كبيرا في إثر تشييع أحد شبانها الذي كتل في الجامعة الأمريكية متوقع أن تكون أعداد كبيرة يوم أمس استطاعت جهود شعبية وأيضا جهود تابعة للسلطة الفلسطينية أخذ عطوة ثلاثة أيام لعملية الدفن والتي ستكون اليوم في بلدة جبع والتي من المتوقع كما أشرنا أن تحدث حالة تفاعل كبيرة أو حضور كبير من أهالي منطقة جبع والمنطقة المحيطة في الإجراءات المتعلقة بالجامعات الفلسطينية مجلس الجامعات الفلسطينية اتخذ قرارا بأن كل من يحمل سلاح داخل الجامعة أو يثير بعض الإشكاليات التي تصل إلى حد كبير في الإيذاء سيمنع أي من هؤلاء الطلبة بذهب والتسجيل في جامعة أخرى معنى ذلك الفصل الكل مجتمعيا تم التفاعل مع ضرورة أخذ القانون مجرافي التعامل مع قضايا الإنفلات والسلاح المنفلت والقضايا المتعلقة بالجريمة الداخلية هذا يأتي أيضا في سياق استمرار أعمال العنف الداخلي للأسف مع ظهور بعض التسديلات للفيديو التي أظهرت الاعتداء على شاب ليلة أمسي أحد مناطق جنوب الضفة الغربية والتي معها تنطلق الآن دعوات بضرورة أن يتم محاسبة الفاعلين تطبيق إجراءات قضائية قوية باتجاه الماسين بالأمن السلمي بالمناسبة هذا يأتي في سياق تصاعد أيضا للأحداث في الداخل الفلسطيني وارتفاع وتيرة الاعتداءات الداخلية وتعرض الشباب في الداخل الفلسطيني إلى عديد عمليات القاتل إذن متابعين الكرام كنا في هذه التغطية في جولة صباحية مستمرة على مدار الأسبوع حول القراءة في آخر الأحداث الفلسطينية والإسرائيلية بالإضافة إلى جولة الصحافة الإسرائيلية التي نتابعها في كل جديد في آخر التطورات لوضع متابعين في آخر التطورات في الساحة الفلسطينية وأيضا ما يجري لدى الاحتلال وصحافته إلى لكم ترجمة نانسي قنقر